قال الرابع في شرح كتاب الفقه المعاصر في الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا نقول لمن يحافظ على الصلاة في وقتها نقول له ايه عشان يثبت على طريق دواته نقول له لك ثلاث جوائز في الدنيا وثلاث جوائز في الآخر الجائزة الأولى في الدنيا أنك ستعيش سعيدا مصرورة القلب طيب النفس لسببين الجائزة الثانية بقى أن ربنا بيحط عليك حمايته من كل شر الجائزة الثالثة أن أنت أقامت دينك فكان دينا قائما قوي يبقى ثلاث حاجات تعيش في سعادة لشان ربنا حط عليك حمايته ودينك أقيم طيب إيه الدليل على أنك بتعيش في سعادة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال فالصلاة لما موازب عليها في وقتها أراحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني إني لأفرح بالصلاة فرحا يجعل عيني تقر تقر يعني تنزل دموع برده دموع الفرحة فسعادة النبي اللي بيخليها تدمع من قط الفرحة هي في الصلاة دي الجايزة الأولى الجايزة التانية ودي سبب بقى الجايزة الأولى إن ربنا بيحط عليك حمايته قال النبي صلى الله عليه وسلم السبب الأولى السبب الأجازة التالتة إن أنت دينك أقيم وأقامت أهم عمود في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الأمر الإسلام وعموده الصلاة وزروة سنامية الجاهدة فأنت بتعيش في سعادة عشان ربنا حاطت عليك حمايته وأقامت أهم عمود الدين فإثبت على كده وانتظر خيرنا عند ربنا طفل آخرى ليك ثلاث جوائز الجايزتين الأولى والتانية عند الميزان بتقف عند الميزان بتلاقي سيئاتك مغفورة وحسناتك أضعاف 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 طيب إيه الدليل إن الإنسان حسناته بتقبل وبتقتر عند الميزان قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبده من عملية الصلاة فإن صلحت صلحة سائره عملي وإن فسدت فسد سائره عملي وإنت حفظت على الصلاة فربنا تقبل حسناك وكل صلاة صلتها بخمسين يعني النبي صلى الله عليه وسلم في راحة الإسراء والمعراج قال الصلاة بخمسين فالصلاة الوحدة بتاخد عليها جورية جدا بتاخد أجل الصف الأول بتاخد أجل الأسكار بتاخد أجل السنن بتاخد أجل المشي المساجد بتلاقي الصلاة لصلاة دي أكتر حاجة بتلاقي حسناك طيب طيب السائر بتقل إزاي لأن الصلاة بتقفر الزنوب طيب إيه الدليل أقم الصلاة طرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السياءات إيه سبب نزول الآية دي سبب نزول الآية دي إن راجل أصاب من امرأة قبلها قبلها فرايح بيبكي للنبي بالزنب دوت فالنبي قال له استنى فنزلت الآية دي فقال له صليت العصر وصليت العصر ربنا غفالك الزنب دوت طيب ليه لأنه هو نادم وصلى العصر لازم الاتنين مع بعض نادم وصلى الاتنين فالرجل قال أليه وحدي قال لا بل للأمة جميع وقال النبي السلام الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبير وقال النبي السلام إن العبد إذا قام يصلي وضعت ذنوبه على رأسه فكلما ركع أو سجدت حاتت عنه حتى ينهي صلاته وقد خالت ذنوبه أدل كثير جدا بتدل على إن الصلاة بتكفر الزنوب فالصلاة قطرت الحسنات وشالت الزنوب طيب وبعد كده في الأخرة بتدخلك الجنة إزاي في أولا ربنا بيخشفه عن ساق وبيأمر الناس يسجده فكل الناس بتسجد وإنت معاه فتصبح من أهل الجنة وتسير معاهم في الجنة وإما تيجي تخش الجنة في الجنة باب لأهل الصلاة أكتر ناس كانوا بيصلي لهم باب في الصلاة والصلاة بتشفع لك في الحساب والصلاة نور على الصلاة فلازم يتبشر كل اللي بيحافظ على الصلاة ونقول له كل صلاة بتتعب فيها وبتطلع من بيتك وبتروح للمسجد وبتتعب حتى لو أنت كبير في السن بتاخد ثلاث حاجات تسعد في الدنيا وربنا بيحميك وبتقيم دينا وفي الأخرة حسناتك بتزيد وسياءاتك بتغفر وبتسجد أمام الرحمن وبتدخل الجنة من باب الصلاة وبالصلاة بتخليك في أعلى درجات الجنة قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر